سلام معكم وسيم الشامي دعونا نبحر في الحلقة الثالثة من سلسلة الامثال الشعبية او الاقوال المأثورة ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الاعجاب المثل الاول لهذه الحلقة هو باللهجة الامريكية اما باللهجة البريطانية المعنى الحرفي هو ليس هناك شيء يدعى او يسمى بالغداء المجاني بالعنبية خلينا نقول ما في شيء اسمه وجبة غدا لبلاش المراد هنا القول بانه لا يمكن ان تحصل على شيء دون العمل من اجله او دفع ثمنه بالمختصر الكل لازم يتحكوغ بالماضي كان في بعض المطاعم بقدموا لزبينن وجبة غدا مجانية بس بالاول لازم الشباب الطيبة يدفعوا حق المشاريب يعني تقول لي رفيقي تقول لي ابوي تقول لي اخوي بس بعدها بابا تنى ما يطابقه باللغة العربية ما في شيء بلا شلشي بتمنون خلينا ناخد مثال لا تتوقع منه انه يساوي هالشي بشانع ثق بي ما في شيء ببلاش مثال اخر ينص الاعلان على انه يمكنني الحصول على بلاي ستيشن 5 مجانا لا تكن ساذجا تذكر ما في شيء ببلاش دعونا ننتقل للمثل الثاني باللهجة الامريكية المعنى الحرفي النظافة تعادل التقوى المقصود هنا انه من المهم ومن الصحيح اخلاقيا ان يحافظ المر على نظافة جسده بيته او بلده فالنظافة تؤشر لتطور مستوى الذوق والوعي الاجتماعي فالمواطن هو المسؤول الاول عن النظافة وليس البلدية هي اذا كان في بلدية ما يطابقه باللغة العربية النظافة من الايمان دعونا نأخذ مثال لنتعرف على كيفية الاستخدام لا تنسى ان تخسل يديك قبل كل وجبة النظافة من الايمان مثال ثاني يبدو لي بانك لم تسمع قط بان النظافة من الايمان اكيد عبتمزح هي زلمة شعاري النظافة من الايمان المثل الثالث هو اللهجة الامريكية اما باللهجة البريطانية المعنى الحرفي لهذا المثل هو ان الطائر المبكر او الذي يأتي مبكرا يلتقط الدودة يعني الشخص النشيط او الشخص الذي يكون دائما في حالة تأهب يزيد من فرص نجاحه واما الشخص الكسول او الشخص الذي يكون في حالة خمول يمشي يمشي على مبدأ يامين يحط لي العقوة بتمي ما يطابقه باللغة العربية الرزق في البكور اللي بيسبق بياكل بندو دعونا نأخذ مثال لمعرفة كيفية استخدام هذا المثل في المحادثات اليومية ما الذي تفعله في المكتب في مثل هذه الساعة المبكرة انا اؤمن ايمانا راسخا بان الرزق في البكور مثال اخر لازم تجي لهون بكير الصبح اذا بدك تحصل على افضل المقاعد انت بتعرف البسبق بيأكل بندو ولهون حلقتنا اليوم بتكون خلصة شكرا للمشاهدة اذا كنت تشاهد في الفيديو لا تذكر ان تسابقه و اضغط بطن لك بي اشتركوا في القناة